فضيلة الشيخ من الأسئلة التي وردتنا هذا يقول هل نلتزم بدعاء معين في دعاء القنوت أو ندعو بما تيسر وعند قولنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته أما تقييده بالمقام لا أعرف له دليل أما اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته هذا الطيب وأما الدعاء القنوت فالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم بصبطه الحسن بن علي اللهم أهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وقني شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت فهذا يستحب أن تبدأ به دعاء القنوة ثم تضيف إليه ما تيسر من الأدعية نعم طيب ترجمة نانسي قنقر